اشتركوا في القناة وأن تكون هذه القواعد يعني محل علاية منك حتى تحاول أن تضبطها وتفهمها وأن تطبق عليها ما تستطيع تطبيقه من النصوص واستخراج الأحكام منها فأولا قلنا الأحكام الشرعية منها تكليفي يراد به طلب الفعل أو تركه ومنها وضعي هو علامة على الحكام التكليفية والكلام إما خبر يحتمل الصدق والكذب أو إن شاء يراد به طلب فعلا أو تركه والأصل في الكلام الحقيقة ويشترض في صحة المجاز وجود قرينة ودليل يدل عليه ويحمل كلام كل متكلم على ما جرت عادته به في خطابه والأصل في الأمر الوجوب ويصرف إلى استحباب دليل أو قرينة والأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل والأمر يقتضي الفورية على الصحيح من أقوال العلم ما لم يدل على التراخي دليل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب والوسائل لا أحكام المقاصد وقلنا أن هذه القاعدة أعم من قاعدة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهواجب ثم الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده ثم أخذنا أن الأصل في النهي التحريم ويصرف إلى الكراهة بدليل الأغرين وأن النهي يقتضي الفساد ثم عرفنا أن العام يعمل بعمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدى الحكم والسبب ولا يحمل عند اختلافهما إلا بدليل وأن المخصصات منها منتصلة وهي الاستثناء والشرط مصفة ومنها منفصلة وهي تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب وتخصيص النطق بالقياس ثم ذكرنا أنه يجب حمل الجمع بنصوص الشريعة بحيث تفسر المجمل منها بالمبين وأن المجمل هو ما يحتاج إلى نص آخر يوضحه ويبينه وأن البيان هو إخراز الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وأنه يجب العمل بالظاهر ما لم يدل دليل على صرفه عن ظاهره وأن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل صحيح ثم ذكرنا أن التأويل الصحيح هو ما كان في اللفظ دلالة عليه وكان هناك دليل يدل على المصير إلى هذا المعنى المرجوح وسلم هذا الدليل من معارض يعارضه ثم عرفنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع ولا يحكم عليه بالخصوصية إلا بدليل وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لقصد القربة ولم يكن خاصا به فيشرع على التأسي فيه وكل قول أو فعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره أو فعل في زمانه فعلم به فأقره يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ثم ذكرنا أن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه على وجه الله لبقي ثابتة وأن هذا النسخ لا يصار إليه إلا بدليل وعند تعارض لفظين يصار إلى الجمع ثم النسخ بشروطه ثم الترجيح ثم التوقف وإذا كان النص أحدهما عام والآخر خاص فإننا في هذه الحالة نحمل العام على الخاص ونفسره به ثم قلنا لجمع منه قطعي وضني وهو حجة إلا الظن إذا عارضه نص فلا بد من ترجيح بينهما وكذلك قول الصحابي أرجح من قول غيره وليس حجة مطلقا ويعني القول بحجيته قول يعني يحتمل الصحة ويجب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا والقياس الصحيح حجة وهو أنواع بعضها أقوى من بعض ثم عرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل وأن الأصل براءة الذمة وأنه إذا تعارض ذليلان قدم أقواهما وأن الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم بقية الأدلة ثم عرفنا أن كل من بدل وسعه في معرفة الحكم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وأصول الفقه أحد العلوم التي لاغنا لطالب علمي عنها لما فيه من حفظ معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا أن الاجتهاد أن المفتي لا بد أن توافر فيه شروط حتى يسوغ للمستفتي أن يقلده وأن التقليد يعني يصار إليه عند الحاجة لعدم الوصول للحكم الشرعي ثم من نتائج هذا الدرس أخي الكريم وجوب التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الفهم الصحيح ومن الفوائد التي أخذناها هنا أن الأدلة هي أعلام نصبها الله تبارك وتعالى لمعرفة الحق فلا بد من فهمها ومعرفة كيفية دلالتها ولا بد من التمييز بين ما هو دليل وما ليس بدليل والتمييز بين مراتب هذه الأدلة وأيضا لا بد أن تتنبه إلى اختلاف الاستلاحات في علم أصول الفقه وأثر ذلك على الفهم وتنوع الاستلاحات أيضا ما بين أصول الفقه وما بين الفقه وما بين مصطلح الحديث والسنة النبوية ثم بعد ذلك أخي الكريم ماذا بعد هذا الشرح أو ماذا بعد مثل الورقات من أراد الاكتفاء بهذا المتن فعليه أن يكثر من مراجعة مسائل وتطبيقها في واقعه وأما من أراد أن ينتقل من المعرفة الكلية الإجمالية لعلم أصول الفقه إلى المعرفة التفصيلية فيمكن ذلك بطريقين الطريق الأول أن يدرس متنا أوسع من هذا المتن ومن المتون المرشح في هذا المجال اللمع للشرازي أو البلبل للطوفي أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول البغدادي وهناك متون أخرى كثيرة وإن أردت أن تستشير فيها أهل العلم فهذا أطيب وأبرك وهي بإذن الله كلها نافعة ومفيدة الطريق الثاني أخي الكريم دراسة بعض المسائل المهمة دراسة تفصيلية كدلالات الألفاظ ومقاصد الشارع ومصادر التشريع وغير ذلك بحيث تركز على مسألة من المسائل مثلا وتدرسها بتوسع أكثر عن طريق أحد الكتب مستعينا بشيخ يعينك بذلك على الفهم هذا أخي الكريم خلاصة ما أخذناه من فوائد ومسائل وقواعد أو توجيهات أحببت أن أهديها إليك في نهاية هذا الشرح ونحن على تواصل نحن وإياك من خلال موقع رواق في طرق التواصل الموجودة فيه كما أنه يسعدني أيضا إن أحببت التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الذي تراه أمامك في هذه الشريحة التي هي آخر شرائح هذا الدرس كما أنني أيضا أنبه إلى أنه في نهاية كل درس هناك مجموعة من الأسئلة بعضها نظرية وبعضها تطبيقية ستجدها إن شاء الله موجودة في الموقع موقع رواق تجيب عليها ونتواصل وإياك في إجابتها إجابة صحيحة أخيرا هل هناك شهادة معتمدة لهذا الشرح؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أعدى بذلك بشيء ويكفي أنك تحصل هذا العلم وتستفيد به إن تيسر وجود شهادة معتمدة من جهة معتمدة عن طريق أيضا وضع اختبار فهذا جيد وإن لم يتيسر فيكفيك أنك جلست مجالس علم تتعلم فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله ببني وكرمه أن ينفعنا وإياك بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا وإياك هداتا مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله ترجمة نانسي قنقر